دعا منتدى الاستراتيجيات الاردني إلى ضرورة توخي الدقة في تقديرات النفقات والإيرادات العامة ومعدلات النمو في ورقة سياسات أصدرها تحت عنوان موازنة العام 2020 المنتدى قال إنه لتحقيق أهداف موازنة العام المقبل لا بد من مراعاة التركيز على النفقات الرأسمالية والتأكد من تحقيقها لمعدلات النمو المرجوة والتدقيق في الزيادات المتوقعة لموارد الإيرادات المحلية والضريبية ما يتطلب مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وحشد الموارد من القطاع الخاص والحدة من البطالة واستعرضت الورقة بعض الملاحظات على موازنة العام 2020 مبينة أنها اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية تضمنت زيادة الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي والجاري حيث تركزت زيادة النفقات الجارية على إعادة هيكلة الأجور والرواتب والتعويضات